تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية مونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجالي البيع بأسعار الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 386 قضية من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 842 و14 أطنان